السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا شباب عاملين ايه اتمنى النت تكونوا بافضل حال وقتم صحة نهاية عام وبداية عام جديد ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير وان شاء الله في العام الجديد تحققوا اللي ما قدرتوش تحققوه في عشرين ثلاثة وعشرين اما بالنسبة اليونيتد فهو نهاية العام ده زي نهاية العام اللي فات بيلعب قصاد نوتنج هام فورست برضو عالبس الفارق ان هو لعب السنة اللي فاتت على ارضية ميدانه والسنة دي هيلعب خارج ارضية ميدانه والفيديو ده هيكون برعاية الرقم حداشر ربنا يمسيك بالخير يا جيجز او ممكن جرين وود اللي احنا برضو هنتكلم عن اخباره وحتعرف ليه برعاية الرقم حداشر لما نتكلم عن احصائيات هذه المباراة فالله بينا دوس لايك للفيديو واشتراك في القناة معكم محمود بدران مجنون ينايتد وتعالوا نتكلم عن منشستة رونايتد ونوتنجام فورس طبعا بما اننا داخلين على يناير فاحنا داخلين ايضا على المعترك الافريقي مباراة طبعا كهاس الامم الافريقية واللي فيها طبعا بعض اللعيبة عندنا منوطة بانها تذهب الى هذه البطولة فاول خبر معانا بيكلم عن حنة بعل المشبيري اللي على حسب كلام المدرب بتاع منتخب تونس ان الولد طلب ان هو ما ينضمش الى المنتخب في هذه البطولة عشان معه حاجات هتحدد مصيره مع منشستر يونايتد ايه بقى اللي حيحدد مصيره مع منشستر يونايتد الكلام ان هو هيطلع اعارة في يناير وفيه ثلاث فرق مهتمة ان هي تاخد حنة بعل المشبيري اشبلية ليون الفرنسي وايضا فرايبورج الالماني دول الثلاث اندية اللي عايزين حنة بعل المشبيري في يناير واللي غالبا هيطلع اعارة في اتنين تانيين طبعا هيطلعوا الى منتخباتهم وهما مرابط الى منتخب المغرب واونانا الى المنتخب الكاميروني واللي اتنين هيغيبوا عن مباريات توتنهام وويجن بالنسبة لمانشستر يونايتد ولو تقدم المنتخبين في بطولة افريقيا بالتأكيد هيغيبوا عن مباريات اخرى يقال ان اونانا حاليا بيفاوض المنتخب الكاميروني واقدرته ان هو يحضر مباريات الكاس بتاعة ويجن اللي حكوني يوم تمانية وبعد كده يرحل الى المنتخب الكاميروني من الاخبار بقى اللي خاصة بالانتقالات بتاعة اللعيبة فعندك رفائيل فران يقال ان بايروني ميونيخ مهتم به وعايز يدفع 20 مليون يورو ويحصل على رفائيل فران اللي ممكن تشوفه بيغادر في هذا المركاتو الشتوي ايضا من اللعيبة اللي مطلوبة برا هي الفارو فرناندز مطلوب من بنفيكا وهيدفع فيه حوالي 6 مليون باوند يا معلم وحاليا بنفيكا بيتحسس الموضوع مع طبعا فريق منشستر رونايتد وايضا مع فريق غرناطة اللي هو طبعا معار إليه الفارو فرناندز يقال اني ادارة انيوس وجيم راتكليف رفضوا عرض 40 مليون باوند من فريق ختافي لشراء ميسون جرين وود ويقال ان هم حطين في الحسبان ان هو ممكن تكون فيه خطة لارجاع ميسون جرين وود الى منشستر رونايتد وان هو يكون متواجد في الفريق الاول لكن طبعا ده كلام سابق لاوانه لان مش هيكون غالبا في الموسم الحالي او مش اول مراجل يعني خلاص يدخل رسميا تلاقيه بيتصادم مع الناس في انجلترا ممكن يبقى على الموسم القادم جو هجويل مهاجم منشستر رونايتد تحت السن هيتقدم له عقد جديد لان يتنهاج شايف ان الولد يجي منه وحتم عرضه في يناير القادم عشان يزداد خبرة اما دانجور اللي انت شفته في اخر مباراة بيلعب فيقال ان بروسيا دورتموند مهتم بيه بشكل جدي وان هما عايزين يقدموا عرض بالنسبة لمنشستر رونايتد وبيشوفوا كده مية منشستر رونايتد ايه ممكن يطلب في سبيل ان هما يحصلوا على هذا اللعب لحد هنا بتنتهي الاخبار بتاعتنا ولكن بنكمل طبعا مع مباراة نوتنجهام فورست المباراة اللي انت لعبتها الموسم اللي فات قصاد الفريق ده وقدرت ان انت تتفوق فيها 3-0 في نهاية الموسم المباراة اللي تعتبر بالنسبة للسجلات انت اللي واخد نوتنجهام فورست غسيل ومكوى لكن اتكلمنا قبل كده وهنا وقلنا ان الفريق بتاع منشستر رونايتد بيمشي على سطر وبيفوت سطر وانت قديت المباراة الاخرانية بشكل قوي فالمفترض ان ده السطر اللي انت حتفوته وفريق نوتنجهام ممكن نقول انه هو مصحصح في اخر المباراة خصوصا بس خارج الارض هو داخل الارض بعفية شوية والفوز اصاد فريق نيوكاسل بتلت اهداف مقابل هدف واحد ممكن يدلهم دفعة المباراة دي انا مش مستني منها ان انت تخش بروح فقط لغير لأنا عايزك تكسب بعيدا عن ان في روح او مفيش روح لان فوز ورا فوز ده بيبني ثقة عند اللعيبة واحنا شفنا ان اللعيبة وردت فعلها بعد الفوز اللي فات واللي كان على فريق اسطن فيلا والكانباك اللي قدرت تتفوق بيه عليهم بنتيجة ثلاثة اتنين فتستمر على هذه الروح تبني ثقة اعلى يبقى فيه معنويات اعلى فتقدر اللعيبة دي تستمر في نفس الاداءات فهنا انا بقول لك عايز فوز قبل كل حاجة حتى ولو كان الاداء وحش انت محتاج ان انت تحقق التلات نقاط اكتر من ان يكون فيه على ارضية الملعب بروح وشكل ومضمون ليه؟ عشان اكمل في نفس النهج اللي انا فيه عشان اللعيبة دي حتى في الوقت اللي هي تحس فيه ان هي مش قد كده هي قادرة انها تجيب التلات نقاط فبالتالي ده يديها دافع ان هي تأدي بشكل اكبر في اليوم الوحش انا قدرت افوز وفي اليوم الكويس انا قدرت افوز فليه ماكملش على طول كويس ومزنقش نفسي في خانة اليك وهنا نيجي بقى لمعضلة رقم 11 اللي قلتلك عليها في بداية الفيديو اخر 12 مباراة ما بين الفرقتين منشستر رونيتد معرفش طعم الهزيمة في جميع المباريات تقول انت قلت 12 اقول لك اه اخر 11 مباراة بقى منهم يا معلم احنا فوزنا بهم جميعا في جميع المسابقات اخر 11 مباراة ما بيننا ما بين نوتنج هام فورست احنا بنسجل هدفين على في جميع المسابقات يا معلم اخر هزيمة ليك كانت في 1994 على ارضية ميدانك و1992 خارج ارضية ميدانك بالنسبة لفريق نوتنج هام فورست نوتنج هام فورست بقى من الجولة 11 ما فازش على ارضية ميدانه في اي مباراة اخر 4 مباريات خدم على ارضية ميدانه في الدوري الانجليزي كلهم انتهوا بالهزيمة بالنسبة لفريق نوتنج هام فورست تيجي لمباراة نهاية العام بالنسبة لانتين جانفورس في اخر مباراتين تخسرهم واحدة كانت في الشامبيونشيب والتانية كانت قصادك في الدوري الانجليزي منشستر رونايتت بقى يا معلم اخر 11 مباراة معرفش طعم الهزيمة بالنسبة لمباراة اللي بتكون في نهاية العام اللي هي اخر مباراة حيلعبها في السنة 8 منهم انتهوا بفوز و3 بالتعادل اخر هزيمة لك كانت في 2011 و11 قصاد بلاك بيرن قبلها بقى 2007 كانت قصاد واستهام بلاك بيرن طبعا كانت على ارضية الاولد ترافورد اما خارج ارضية الميدان فهي اللي كانت قصاد فريق واستهام عمك تنهاج لما سألوه قالوا ايه قالوا له ايه التشكيل اللي هتلعب بيه قصاد فريق نوتنجهام قال هو هو نفس التشكيل خلي بالك انا لما بقول عمك تنهاج يعني ايه ايه انا بقولها كده هو مش عم بمعنى عم يعني او ان هو راجل بص ما تنتقدوش ومعرفش ايه لا 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 انا يعني هي اللازمة عندنا في الصعيد يعني مش اكتر ولا اقل لكن لا يعنى بها اي كلمة عشان محدش ياخدها بحسية المهم لما سألوه عن تشكيل منشستر نايتد قصاد نوتنجهام فورست قال هو تشكيل مشابه للفاز فعشان كده انا حنزلك نفس التشكيل قصاد نوتنجهام فورست هو هو اللي حيكون قصاد الفيلانز مع ان انا عارف ان هو حيبدل فيه يعني ولكن ممكن تكون تبديلة يعني ايه معينة كده تبديلة واحدة ولا حاجة مرابط تشوفه في النص او حاجة زي كده التشكيل حيكون اونانا دالو ايبانز فاران بساكا خط النص مكون من ماينو وريكسن وبرونو فرناندز قصاد قصادهم او قدامهم جارناتشو وراشفورد وهويلان طيب انت اخر مباراة فاكرها كويس ها فاكر المباراة بتاعة الزهاء بقصاد نوتنجهام فورست واللي حصل فيها واللي دخلتها ودخلوا فيك هدفهم في دقيقتين في اول اربع دقايق وساعتها كنا بنتكلم يعني عن اللي بيحصل وإيه الخطفة اللي حصلت فهو فريق نوتنجهام فورست كده هو فريق بيعيش على اخطاء الاخرين تغلط قصادي عقبك النجم بتاعهم الانجل اللي احنا بيعنهولهم هو الراجل النجم بتاعهم بيعيشوا على الهجمات المرتدة ان نقعد مع الجن بتاعنا عشان بيخافي وقعد في الثمانتاشر لوحده خصوصا لو المباراة بالليل وبعد كده نبتدي اول ما نقطع الكورة ارمي طويلة واطلع اجري وراها يا معلم بسرعات اللي موجودة عندك خصوصا نقلنجة سريع واخدها وإيه وحاول ان انت تعمل منها اي شيء غلط قصادي في خصوصا الدربات السابتة واحنا عارفين منشستر ينايتن يعني في الدربات السابتة حدس ولا حرج فحق زيك طيب غير كده غير كده هو فريق له اخطاءه الدفاعية هو فريق عنده مشاكل بالنسبة للجانبين سواء الجانب اليمين او الجانب الشمال على المستوى الدفاعي تقدر تستغل العرضيات داخل منطقة الجزاء وتقدر ان انت تسجل منهم الفراغ اللي بيتساب اصاد منطقة الجزاء لو حد يقدر يستغله بالتزديدات مش العصفير اللي احنا بنوقح في كل مباراة شطوا في الثلاث خشبات يا جدعان مش فوق ولا تحت ولا أعلن حمامتين عشان جعانين ولا الكلام ده كل تقدر ان انت تطلع من المباراة دي بالنقاط التلات انت مؤخرا قادر ان انت تدوس على وشهم رايح جاي في جميع المسابقات فما تدهمش بقى الفرصة ان هم يعودوا او يعملوا اي حاجة اصادك وفي نفس الوقت ما تستنتش على هذا السجل وتقول اه انا كعبي عالي عليهم فخلاص انا حقدر افوز انا متفهم ده ان في بعض الفرق بيبقى كعبها عالي على فرق تانية ومهما كان المستوى تلاقيه في النهاية بيفوز لكن احنا عايزين ننهي مباراة من البداية ونخلص منها عشان نرتاح ناخد معنويات اكتر ونفكر في اللي جاي نشوف هنعمل ايه خصوصا ان شهر يناير مفروض هو شهر الراحة بالنسبة لمانشستر يونايتد واللي حيقدر من خلاله ان هو يريح بعض اللعيبة يستعيد بعض اللعيبة المصابين لان ما فيوش مباراة كتير بالنسبة لليونايتد طبعا الفيديو مش كبير للدرجة هو فيديو صغير كده تنقنق فيه في نهاية السنة مع الفشار والسوداني والكلام ده كله اللي احنا بنجيبه في نهاية السنة واتمنى ان هو يكون فيديو لطيف وخفيف على قلبك كده ومستنيك في الكومنتات تقول لي انت متوقع ايه من هذه المباراة ومستني ايه في هذه المباراة اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم ولو عجبك الفيديو ما تنسانيش من لايك والاشتراك في القناة واشوفكم باتم حال واتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته